موسيقى مخاض أمريكا 2022 أهلا بكم مشاهدينا أول من أمس أصيب 14 شخصا بإطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية مشهد مألوف في الولايات المتحدة لكنه تكرر كثيرا في العامين الماضيين حتى أن العام الحالي شهد الثاني أكبر عملية إطلاق نار جماعي دموية في تاريخ البلاد يقول البعض أن الأمر أشبه بوباء ينتشر فيما يشير آخرون إلى أن الأسلحة الفردية تفوق عدد السكان في الولايات المتحدة في المحصلة هذا العنوان يحتل المرتبة الثانية في اهتمامات الناخبين بعد الاقتصاد وهو في صلب حملات المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين يلعبان آخر أوراقهما ولا سيما في الولايات المتأرجحة ومن بينها جورجيا مشاهدين في مخاض أمريكا 2022 نرحب بضيفين دائمين في هذه التغطية للانتخابات النصفية هنا في استوديوهات الميادين الزميلة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين أهلا بكم معنا بهية ومدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان أهلا بكم بهية ومنذر مشاهدين قبل أن نبدأ معهما النقاش الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يبدو أنه تحول إلى مادة انتخابية مع اقتراب موعد الاقتراع المباشر الجديد ما كشفته وثائق التحقيق مع المهاجم حيث هدد بمهاجمة كبار المسؤولين الديمقراطيين في البلاد وقال لبول بيلوسي علينا التخلص منهم جميعا المهاجم أخبر السلطات أن لديه قائمة بأهداف أخرى لهجماته تشمل الكثير من السياسيين البارزين في الولاية وسياسيين فدراليين وأقارب لهؤلاء البيت الأبيض قال إنه ينبغي أن لا يكون الحديث العلني ضد العنف السياسي مثيرا للجدل المتحدثة باسم البيت الأبيض جون بير قالت إنما تشهده الولايات المتحدة هو هجوم على الديمقراطية التي كان الرئيس الأمريكي واضحا جدا بشأن ضرورة حمايتها جون بير أشارت إلى أن بايدن شخص متفائل وهو يعلم أن أغلبية من الشعب الأمريكي لا تؤمن برفض الانتخابات ترامب لن يعود إلى تويتر قبل الانتخابات النصفية بات الأمر محسوما وفق ما يقوله إيلون ماسك ملك تويتر الجديد لم يذكر ترامب تحديدا لكنه قال إن أي شخص منع من استخدام منصة التواصل الاجتماعي لانتهاكه قواعد المحتوى لن يسمح له بالعودة إلى أن توضع آلية لفعل ذلك الأمر الذي سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل في النقاش مشاهدينا سنبدأ بموضوع الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إذن منذر هذا هجوم لافت خاصة من ناحية التوقيت هل هذا الموضوع تحول إلى مدى الكسب السياسي؟ وهل فعلا يمكن للديمقراطيين أن يستفيدوا من ذلك؟ هنا أسمح لي لا أريد أن أتحدث عن نظرية مؤامرة ولكن لافت أن يتم الاعتداء على الرجل في هذا التوقيت بالتأكيد التوقيت ملفت ولكن عملية الشحن السياسي القائمة من قبل معسكر الجمهوري وخاصة من الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبعد غزوة الكونغرس والدفاع عن غزوة الكونغرس من قبل جماعات كثيرة بإضافة للتصريحات التي تصدر عن بعض الأعضاء في الحزب الجمهوري المرشحين هناك نسبة عالية بالمئات على مستوى الولايات المتحدة من الذين ترشحوا في هذه الانتخابات النصفية من الذين يرفضون ولا يعترفون بنتائج الانتخابات السابقة إذن الحديث حتى في بعض الإعلانات الدعايات الانتخابية كان يلمح إلى موضوع مثلا أحد المرشحين على الحزب الجمهوري كان في مرمى لإطلاق النار وبعدها تحدث عن أنه يجب أن يتم الخلاص من بلوسي معنى ذلك هناك علاقة مباشرة بأن هذه الدعاية الانتخابية تتحدث عن إطلاق النار وتتحدث بالمقابل عن أنه يجب أن تخرج من السلطة في مجلس النواب عن رئاس مجلس النواب إذن نجد أنه بالفعل التوظيف يتم بالتأكيد الحزب الديمقراطي يستفيد في عملية التوظيف من حيث موضوع العنف السياسي ولكن لاحظ أنه وجد الحزب الجمهوري لا يوجد إدانة شاملة وجريئة من قبل أعضاء الحزب الجمهوري ويقولون أنه هي جزء من عملية الجريمة يربطونها أنه الموقف الضعيف للحزب الديمقراطي من مسألة الجريمة ولكن نجد أنه حتى هناك إجراءات أمنية غير مسبوقة تتم حول الانتخابات النصفية هذه ونجد أنه هناك جماعات مسلحة يراقبون مراكز الاقتراع المسبق التي تتم بشكل مسبق وحتى يتم تدريب يقول الحزب الجمهوري تم تدريب حوالي 30 ألف من أعضاء الحزب الجمهوري لمراقبة الانتخابات إذن هذا الموضوع من زاوية يستفيد صحيح بالدعوة إلى إدانة العنف السياسي من قبل الحزب الديمقراطي ولكن الحزب الجمهوري يرد على هذا الأمر مسألة فردية وقد يكون مختل عقليا وربما لأنه مهاجر غير قانوني لاحظ كيف عملية الصد لمحاولة الدفاع عن موقف الحزب الجمهوري المستمر على كل حال في الولايات المتحدة العنف مستمر باهية حتى على مستوى استخدام السلاح أخر الحوادث نتحدث عن 14 إصابة في شيكاغو هذا ربما رقم ليس كبير نسبة أيضا للجرائم التي حصلت مؤخرا يعود هذا الموضوع مثار نقاش وجدال بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أجل الكسب الانتخابي نريد أن نعرف أكثر بالتأكيد نذهب باتجاه الأرقام عبد الرحمن الولايات المتحدة كدولة هي مختلفة بشكل بارز ولافت مقارنة مع دول أخرى دول متقدمة أو دول ذات الدخل المرتفع خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع اقتناء السلاح وموضوع العنف المسلح بشكل عام يعني لا يوجد أي شخص آخر لديه ما يقرب من عدد الوفيات يعني ما في دولة أخرى فيها عدد الوفيات الناجمة عن الأسحة النارية مثل بالولايات المتحدة الأمريكية الأعلى عالميا نتحدث مقارنة مع دول متقدمة نعم كل يوم يقتل أكثر من 110 أمريكيين بالبناطق نتحدث عن أكثر من 200 إصابة بمعدل أكثر من 40 ألف حالة وفاة سنويا طبيعة الحال يعني مثلا من عام 2017 كان في حوالي 350 حدث إطلاق نار جماعي ارتفع هذا الأمر للضعف تقريبا 700 بعام 2021 ومازالة يعني آخذة بالارتفاع نتحدث عن عام 2022 حتى اليوم سجلنا أكثر من 577 حالة قتل بإطلاق نار جماعي طبعا في ولايات متفاوتة يعني نتحدث مثلا تكساس نيويورك ارتفعت هذه النسب في ولايات أخرى يمكن تتراجع مثل فلوريدا وطبعا تقود الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من ناحية ملكية السلاح وانتشار السلاح ونتحدث عن دول العالم المتقدم بموضوع حوادث إطلاق النار أيضا والإصابات والقتل والانتحار وهي كما ورد في المقدمة يعني فيها سلاح أكثر من عدد الأشخاص طبيعة الحال هذا يحول هذه المادة إلى مادة جدلية بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري يجري توظيفة إعلاميا سياسيا انتخابيا اليوم قبل أن تكمي لبهية هنا موضوع التوظيف يعني كيف الديمقراطي يحاول أن يوظف وكيف الجمهوري كيف يفهم المشاهد من اليوم مع إباحة السلاح في الولايات المتحدة ومن ضد ذلك بالتأكيد يعني كما ذكر دكتور منذر هي أصبحت حرب سرديات بالنسبة للحزب الجمهوري ومؤيدي الحزب الجمهوري بشكل عام هم من دعاة إلى اقتناء السلاح وسهولة الوصول إلى السلاح لتأمين الحماية الشخصية بطبيعة الحال أما بالنسبة للديمقراطيين هم يعني يدعون إلى الأكثر إلى التشدد بطريقة أكبر إلى تصعيب عملية الوصول أو الاستحواذ على السلاح يعني في هذه العينة لاحظنا موضوع الرسوم البيانية مقارنة مع الدول كيف تتفوق الولايات المتحدة أيضا نلاحظ أنه في حين تتراجع هذه النسب كما نشاهد في هذا العرض مقارنة مع دول أخرى مع مرور الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد النسب أيضا هذه بالنسبة للتفاوت بموضوع الولايات الرسم البياني الأحمر الرسم العمودي الأحمر هو المعدل في كل الولايات المتحدة ولكن نلاحظ التفاوت بين ولايات وولايات أخرى في هذه الخارطة أيضا نشاهد أنه في حوادث القتل الجماعي بشكل يومي يعني يكاد لا يمر شهر إلا ببعض الاستثناءات يعني في أيام قليلة جدا لا تحدث فيها حوادث اطلاق نار جماعي كنا نتحدث عبد الرحمن عن موضوع السرديات وحرب الأعلانات وإلى ما هنالك هذا الموضوع ليس بأمر جديد في الانتخابات السابقة حتى بموضوع أوباما يعني كنا نشاهد بعض الاعلانات والدعايات حيث يكون مرشح منافس له أو يعني حتى واليوم والعفوان بهي هناك بعض المرشحين الذين يحولون أيضا في حملات انتخابية استغلال تلك هي تستمر حتى اليوم يعني نشاهد لو شاهدنا هذا الفيديو معنا عبد الرحمن نلاحظ كيف يجري توظيف هذه المواد في الحملات انتخابية في الموضوع مطرة ومساعدة بسرعة، تشغيل ترمي ومساعدة بسرعة، تبدو مجلسة. مرحل. وضع مرحل. أخرى يتعلم أنه يمسك في زفادة الثانية. سيدة نوجد، ريكت باري، وبرزنة رمضة، ولكنتاثة الثانية غير معنا. إنه مستقبلنا بحركة الإطلاعين من خلال المستقبل أو قلوبة عبرية مستقبلة. ومقرأت في سنة الأساسية في قطعة الثانية، سألتقل لنا حركة الوصول. مشاهد غريبة نوعا ما نتحدث عن مرشحين يعني يروجون لأسلحة تستخدم في بعض البلدان وذكر أحد المرشحين وهذه استخدمت مثلا في العراق حتى هي أصبحت بوست كارز يعني بطاقات للمعايدة كما نشاهد في هذه التغريدة المرشحون في كل الحزبين عبد الرحمن استخدموا موضوع البنادق في فترة طويلة جدا كمادة انتخابية ومادة إعلامية هذه هي الصورة لافتة جدا أحدث الأرقام يعني بحسب تتبع وسائل الإعلام في 121 أعلان جمهوري للتعامل مع الأسلحة 18 أعلان ديمقراطي طبعا الإعلانات الديمقراطيين هي ترتفع حتى الكلف والمولد التي تطفع للترويج لهذه الدعايات بطريقة معاكسة يعني لمحاربة موضوع اقتناء السلاح بمقابل الترويج والتشجيع الذي يروج له الجمهوريون على كل حال سنكون بالمعكبة هي ومع مدير مكتب المدين في واشنطن منذر سليمان هذا النقاش مشاهدين ولكن قبل استكمال النقاش مشاهدين نتعرف إلى إحدى الولايات الحاسمة أو المتأرجحة أو البنفسجية كما تسمى نتحدث تحديدا عن جورجيا عندما فازت جو بايدن بهذه الولاية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أصبح أول ديمقراطي منذ بيل كلينتون يفوز بأصوات الناخبين نتحدث إذن عن جو بايدن الذي فاز كان أول ديمقراطي يفوز بالولاية منذ كلينتون عام 1992 في الدورة السابقة قلب الديمقراطيان جون آسوف نتحدث إذن مشاهدين عن جون آسوف ومن ورافايل وارنك بعد فوزهما بمجلس الشيوخ هذه الغرفة لمصلحة الديمقراطيين يتنافس وارنك تحديدا في هذه الانتخابات مع هيرشل ووكر وهو نجم كرة القدم مدعوم من ترامب وحافظ على دعم الحزب الجمهوري على الرغم من الكثير من الفضائح 33% من الناخبين في ولاية جورجيا هم من الأمريكيين الأفارقة تتركز المعركة على مقعد في مجلس الشيوخ وآخر في مجلس النواب وعلى منصب حاكم الولاية هنا ننتقل إليك منذر نسأل عن القواعد الانتخابية هذه المرة في ولاية جورجيا يبدو أن هناك بعض التغييرات وما المرجح بالنسبة لهذه الولاية دعني فقط أضيف على الفقرة السابقة مسألة أن الغرابة في الولايات المتحدة أن الشاب عمر 18 سنة لا يحق له قانونيا شراء الكحول ولكنه يستطيع الذهاب إلى متجر سلاح ويشتري سلاح وهذا ما حصل في إحدى الحالات الأخيرة التي سببت قتل جماعة مهم يعني هذه مفارقة رهيبة جورجيا خلال الانتخابات السابقة هناك أغنية شهيرة لمغني أفريقي أمريكي من أصول أفريقية يقول جورجيا in my mind جورجيا هي دائما في ذهن وفعلا كانت جورجيا في الذهن بشكل كبير لأنها هي التي حسمت مسألة فوز ولو بالتعادل لنقل مجلس شيوخ 50-50 وجعلت من نائبة الرئيس هارس تستطيع أن تصوت لصالح أن يكون الأغلبية للحزب الديمقراطي إذن نحن الآن أمام فقط كما ذكرت حضرتك بأنه فقط في على مقعد واحد والملفت أنه في السابق كان يتم بين أبيض وأسود الآن هو يتم بين يعني اثنان أفريقيان أمريكيان من أصول أفريقية وبالتالي هنا يعني الاحتدام الصراع داخل المجموعة الانتخابية من أصول أفريقية الأمريكية ولكن استطلاعات الرأي العام لا تزال تظهر أن وورنيك يتقدم بنقطتين بالمئة أو ثلاث نقاط وأحيانا يتم تعادل إذن ورغم أن الفضيحة التي رافقت هذه الشخصية المحبوبة يعني ووركر الذي كان بطل رياضي في كرة القدم الأمريكية المختلفة عن كرة القدم التي نعرفها الشائعة نجد أنه رغم أن موقفه يفترض أن يكون موقف محافظ نعم داعم لموضوع حظر الإجهاد وجدنا أنه نتكشف أنه على الأقل هناك من السابق هناك هو دعم الإجهاد على الأقل لنقل عشيقتين أو لصديقتين كان معهما سابقا إذن ماذا يقول الحزب الجمهوري في حال هذه الفضيحة التي يفترض أن تكون كافية لإسكات صوته أو حتى لانسحابه من الانتخابات نجد أنه يقولون لنضع هذا الموضوع جانبا والأهم هو التركيز على أن نهزم الديمقراطيين في هذه الانتخابات وبالتالي من هنا نجد أنه موضوع الاقتصاد موضوع التضخم والمواضيع الأخرى هي المواضيع الطاغية في موضوع التصويت والتركيز عليها والقول بأنه إذا أتى جمهوري سيكون يساعد في أن يستعيد المواطن الأمريكي الكثير من الحقوق المعيشية والاقتصادية التي يفتقدها الآن بسبب الضغط الاقتصاد على كل حال جورج باهية على مستوى أيضا الترشيحات يبدو أن الأمور مقلوبة رأسا على عقب هذه الأيام ماذا يمكن القول أيضا عن هذا الموضوع؟ لا فيه ترقب أيضا بالإضافة إلى ما ذكره دكتور منذر لموضوع الجيل الألفية والجيل المراهقين الذين سيصوتون للمرة الأولى هؤلاء أظهرت استطلاعات الرأي أنه عندهم حماسة عالية جدا واندفاع للمشاركة بالعملية الانتخابية مثلا أظهر استطلاع وطني صدر اليوم من قبل معهد السياسة في كلية هارفرد كينيدي أنه 40% من الشباب الذين تتراوح عمارهم بين 18-29 يؤكدون أنهم سيصوتون في هذه الانتخابات النصفية وأيضا يعني يفضلون بطبيعة الحال الحزب الديمقراطي بنسبة عالية جدا 57% مقابل 31% كانت في الربيع النسبة آخذة بالارتفاع فقط 12% لم يقرروا بعد لأي جهة سيصوتون بالنسبة لهؤلاء عبد الرحمن بالإضافة طبعا للموضوع الاقتصادي لكن نتحدث عن هذه الفئة من الشباب الموضوعات الأساسية التي تهمهم هي موضوع التعليم ديون الطلاب وبطبيعة الحال موضوع الإجهاد الذي سبب انقسامات كبيرة في البلاد أيضا كان لافت بحسب استطلاعات الرأي أنه فيه نسبة عالية جدا ارتفاع بنسبة التصويت المبكر أكتر من مليون صوت وكان فيه زيادة بالمشاركة بين النساء والناخبين السود والناخبين فوق سن الخمسين على كل حال أيضا جورجيا يبدو أنها كانت مثار اهتمام باراك أوباما هذه الأيام جورجيا كما الولايات المتارجحة الأخرى مشاهدين هي اليوم محط للكثير من السياسيين من كل الحزبين بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما الذي دخل بقوة على خط الحملة الانتخابية لتجنيب صديقه جو بايدن والحزب الديمقراطي ما حدث معه في الانتخابات النصفية 2010 محط أمام باراك أوباما محطة 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 ما أنه على حسن محطة 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 إنه ليس محسنًا في رحل العامة. كتابة حبس لنطرح. ممتابة لنزاق، ومتعارك لنزاق من مؤسسات، فوأنا دموعة صعبة على أسفل النوم 8. ترجمة نانسي قليلاً راشدة تليب! ترجمة نانسي قليلاً! ترجمة نانسي قليلاً جداً! ترجمة نانسي قليلاً، لنفترح أن تكون حياذا في صفحة وإنسان قليلاً، أو أن تتعبوا بالعبات للمشاركة. لكن أنا هنا لك أن أخبركم أن التعبير ليس لتعبير. ومراك أوباما الذي دخل أيضا على الخط بهذه الطريقة. هذه هي المفارقة اليوم. طبعا النجم الأساسي الذي لا يزال لديه البريق هو أوباما في الحزب الديمقراطي. وهو يمكن القول أن نجمه يسطع أكثر من بايدن. وحتى أن ميشيل أوباما زوجته أيضا تحظى باحترام وتأييد وتقدير في القاعدة الديمقراطية. إذن استخدام هذا السلاح الماضي للحزب الديمقراطي مسألة ضرورية وحاسمة خاصة في هذه الولايات. وهو الأقدر على الوصول إلى مختلف الفئات داخل الحزب الديمقراطي. صحيح أنه الفئات الشبابية وغيرها. ولكنه لأنه خطابه خطاب متماسك وهو محنك. وبالتالي عندما يركز ويقول بأنه هل في أحدى خطاباته الأخيرة. قال لهم هل أنكم ترغبون في أن يأتي الحزب الجمهوري ليسيطر؟ ليمضي العامين القادمين في محاولة أن يقيم دعاوي على المسؤولي الحزب الديمقراطي. بدل أن يهتم في تحسين الوضع الاقتصادي لكم. وقال بأنه أيضا عندما يعود الحزب الجمهوري للسيطرة في الكونغرس. فهذا سيؤدي إلى التضحية في الضمانات الاجتماعية والصحية والرعاية الصحية. وهذا أمر أيضا يطال إن كان المسنين. وإن كان يطال أيضا مجمل الطبقات بفيها الطبقة الوسطى. إذن أوباما هو السلاح الأمضى بيد الحزب الديمقراطي. في مقابل كما ذكرت أن ترامب لا يستطيع التحرك سوى بعض المهرجانات. بينما أوباما يستطيع الحضور أكثر. ويستطيع أن أيضا يمارس فنون الدعاية كما ورد. بأنه حتى إذا لم يحضر شخصيا وهو سيكون نجم جماهيري في الحضور في أي مهرجان. هو يستخدم أيضا المقاطع التلفزيونية للدعايات. أيضا لدعم كل المرشحين الذين يفترض دعمهم. والذين سيشكلون في الولايات التي سيشكلون الاحتفاظ بها للحزب الديمقراطي أو الفوز. هو رجحان إبقاء الكونغرس بيدهم. إذن كما ذكر منذر بهيا حضور أوباما هو حضور مؤثر ولفت. لأنه يحاكي مختلف شرائح الناخبين للحزب الديمقراطي. ولكن أيضا هذا الموضوع يؤكد على أهمية أوباما من ناحية. وعلى الحيثية التي تمتلكها جورجي أيضا. بطبيعة الحال أولا يعود أوباما ليظهر بدور البطولة. وخاصة مع مؤشرات تراجح حظوظ الحزب الديمقراطي بالفوز. وواضح أنه كمان كان في حديث أنه الحزب الديمقراطي وبايدن بشكل أساسي. هو بحالة دفاعية حتى أعلاميا طريقة تعاطيه مع المواد. وخاصة عند الشباب. يعني قدرة بايدن وكاريزما بايدن ضعيفة بالتأثير لدى الشباب بشكل أساسي. اليوم كان متوقع أنه خلال هذه الجولات التي يقوم فيها أوباما. أنه يهاجم الجمهوريين بحدة واضح. أنه حاول افتعال نوع من التناقضات في مقاربة الموضوعات. حتى يصير الحديث عن المواضيع. وليس عن تقييم لبايدن في هذه الانتخابات المصفية. لأنه يكون الموضوع سلبي باتجاه بايدن. ولكن اللافت في ما قاله أوباما كان حديثه إلى الشباب. حيث طلب منهم أنه لا يدعو ضجيج السياسة وكبحها يخرجهم من المشاركة الديمقراطية. يعني هذا دليل على انخفاض الحماسة عند الشباب. ونوع من التخوف من عدم المشاركة بالكثافة المطلوبة للمحافظة على الأغلبية. وهي أغلبية كما ذكرنا قليلة جدا أو بسيطة جدا. طبعا جورجيا عند حيثية كبيرة. لأنه كما ذكرنا مقعد واحد في مجلس الشيوخ يمكن أن يقلب المعادل. ولكن أيضا لأنه الشخصيات المرشحين بشكل أساسي جدلية ولافتة. يعني اليوم كما ذكر دكتور منذر عندما نتحدث عن الصراع على مجلس الشيوخ. نتحدث عن شخصيتين من الأمريكيين من أصول أفريقية. يعني شخصية حتى من الحزب الجمهوري أمريكي أسود وليس أمريكي أبيض. وهذا أمر لافت جدا بالنسبة للمحافظين. ولهذه النظريات الفوقية البيضاء والعرق الأبيض وتفوق هذا العرق. أيضا مثلا ستيسي أبرامز المرشحة أيضا. هي كانت من الذين خسروا في السباق الانتخابي الماضي. واعتبرت أن هذه سرقت منها الانتخابات وهي مرشحة ديمقراطية. كنا نسمع عن هذه السردية أو هذه الفرضية عند المرشحين الجمهوريين. وبالمناسبة أكثر من 200 شخصية منهم ترشحوا حتى خلال هذا السباق الانتخابي. مما ينكرون نتائج الانتخابات. أن نسمع بمرشحة ديمقراطية تنكر أيضا النتائج. واستمرت حتى بمادتها الإعلامية والإعلانات التي روجت لها بتوظيف هذه السردية. قائلة أن هناك في هذه الولاية نوع من المعوقات التي تمنع المرشحة الديمقراطية من الإدلاء بصوته كما يجب. كان أيضا موضوع لافت. كان المنافس ستيسي أبرام الذي استخفى به ترامب ولم يعطيه الدعم المطلوب. رفض أيضا المشاركة بمؤتمر من المؤتمرات أو باحتفال من الاحتفالات. مع المرشحة الجمهورية أيضا ووكر الذي يحظى بشعبية. لأنه كان نجم رياضي كما ذكر دكتور موندر. لماذا؟ لأنه ربما كما أشار لا يريد أن يركز الجمهور الأبيض على عرق المرشح الأسود. وبالتالي يمكن أن ينعكس هذا الأمر سلبيا على هذا المرشح. نلاحظ هذه الصراعات الداخلية الموجودة في الولاية. وحساسية الإختيار. وخاصة بانعكاس النتائج على صورة نتائج الكونغرس بشكل عام. وكيف سيتم عرض هذه النتائج. ومع هذه المفارقات نصل إلى ختام مخاض أمريكا المتعلق بانتخابات كونغرس النصفية. شكرا جزيلا لك مديرة الميادين أونلاين. بهية حلاوي كنت معنا هنا في ستوديوهات الميادين. وشكر لك أيضا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. الشكر الدائم لكم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة